هذا وقد حضرت منظمة العفو الذولية من قمع الاحتجاجات في مدينة سنندج عاصمة محافظة كردستان غرب ايران التي تشهد مظاهرات مستمرة منذ اربعة اسابيع على خلفية مقتل الفتاة الكردية محصى اميني في طهران واضفت المنظمة انها تلقت تقارير عن استخدام قوات الامن الايرانية للأسلحة النارية والغاز المسيل للدموع بشكل عشوائي فيما تتحدث تقارير حقوقية عن مقتل اكثر من ماتين متظاهر في الاحتجاجات في مدن ايران